حليمة ذات السنوات الخمسة تعاني من شلل الأطفال بعد أن فشلت والدتها بالحصول على التطعيمات لطفلتها في الوقت المناسب كان لازم ما أخذ لقاحات ما أعطيناها لقاحات أبدا لأن الوضع كان كتير صعب ومكان اللي كنا فيه يعني ما في فضة الوضع صعب ما فيه أنه نهتم بها رغم أنه إحنا عائلتنا كبيرة ووضعنا يعني الحمد لله كل حال مو زيادة البنت لما صارت بعمر أنه خمس سنوات والحد الآن ما مشت اتضحنا أنه هذا الشيء هذا كله من قلة اللقاح يعني لو لم أخذ لقاحات يمكن كان مشت بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف انطلقت في مناطق شمال غربي سوريا حملة اللقاح ضد مرض شلل الأطفال والحصبة عبر فرق جوالة ومراكز معتمدة وتهدف الحملة إلى تلقيح ما يزيد عن 800 ألف طفل في المنطقة على مدار عشرة أيام انطلقت حملة تلقيح ضد الأمراض المذكورة سلفا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف تستهدف هذه الأطفال تستهدف هذه الحملة الأطفال منهم بأعمار دون الخامسة من العمر شل الأطفال من عمر يوم وحتى الخمس سنوات الحصبة من ستة أشهر وحتى الخمس سنوات مع أعطاء فيتامين ألف بجرعة 200 ألف وحدة دولية يشارك في حملة اللقاح عشرات الفرق التي تلقت تدريبات خلال الأشهر الماضية ترافقها مجموعات توعوية تهدف لتبديد خوف وامتناع بعض السكان عن تلقيح أطفالهم المناطق التي تضررت بفعل الزلزال ومراكز الإيواء والمخيمات كانت محطة تركيز القائمين على حملة التطعيمات باعتبارها أكثر المناطق المعرضة للمخاطر يعد مرض الحصبة وشلل الأطفال من الأمراض الخطيرة والمعدية ولا يمكن الوقاية منها إلا من خلال حملات اللقاح المستمرة بحسب أطباء حملات تواظب منظمة اليونيسيف على إطلاقها في مناطق شمال غربي سوريا بهدف حماية آلاف الأطفال في منطقة تعد بيئة مناسبة لتفشي الأمراض والأوبئة يمان السيدة الحرة محافظة إيدلب ترجمة نانسي قنقر